ايه بقى حكاية قلوس كيروش؟ التفاصيل التفاصيل حتى هذه اللحظة لم يتحدث النادي الاهلي مع قلوس كيروش على فكرة تدريب الفريق ده واحد اثنين النادي الاهلي ينتظر وصول قلوس كيروش الى القاهرة عشان يتكلموا معاه بخصوص تدريب الفريق لو قرروا ان كيروش هو اللي ممكن يدرب الفريق عشان النادي الاهلي لسه حتى هذه اللحظة ما حسامش أمر أنه هو موافق أن كيروش يضرب الفريق طيب تالت حاجة تالت حاجة كيروش اتعرض عليه بشكل ودي عن طريق بعض الوسطاء اتقال له نصا كده تحب تضرب النادي الأهلي ده إمتى بعد ما موسماني مش الراجل قال والله أنا ما بقال لي كتير ما ضربتش أن ده مش يعني مش في دماغي قوي وبعدين عندي مشاكل مع حد الكورة والنادي الأهلي أكبر نادي في مصر بس كده كده ما حدش تكلم معايا كده كده ما حدش تكلم معايا بشكل رسمي كده كده ما حدش تكلم معايا بشكل رسمي ده معناها إيه معناها أن الأهلي لما يكلموا بشكل رسمي ممكن الراجل يفكر ممكن يرجع يضرب تانية أندية ممكن مشكلته مع تحدي الكورة تتحل المشكلة المالية فممكن يجي يضرب النادي الأهلي في رأي يقول لك بقاله كتير ما ضربش أندية فمش هيبقى اختيار جيد للنادي الأهلي أنا بختلف دائماً وأبداً مع هذه المقولة ليه؟ إن فيتوريا مثلاً ما دربش منتخبات قبل كده وجبناه يدرب منتخب مصر وده اختيار جايد كيروش بقاله كتير ما دربش عنها وإن كان كان ضرب عنها منهم ريال مدريد يعني بس برضو هيبقى اختيار جايد لو الأهلي جابه ليه؟ فيش حاجة اسمها مدرب فرق ومدرب منتخبات إلا إلا لو هو مش حابب يشتغل شغلي يومي أصله مدرب أندية ده أنت بتشتغل شغلي يومي مع الضغط بتاعنا كمان كل ساعة إلا بقى له هو مش حابب يعمل ده فإحنا لسه معرفناش كيروش رأيه إيه ولسه الأهلي ما خدش قرار نهائي فيما يخص كالوس كيروش كيروش لو جيه غالباً هيجي بجهازه الفني اللي كان موجود معه في منتخب مصر تحديداً لكابتن ديارة السيد وتحديداً لكابتن محمد شاوي لو جيه ممكن ده يبقى فيه كلام من جانب النادي الأهلي ممكن النادي الأهلي يقول له الله تم بلاش فلان وفلان وخد الكابتن سامي القمصان أو خد واحد تاني ممكن دي تبقى مفاوضات لو أعبرت ربيزة مفاوضات